الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تعلقنا طبعا بأنشطات لتقويم ودعم التعلمات الوحدة الثانية مكون التربية المدنية طبعا المرجع والمفيد في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي إذن طبعا سنشرع على بركة الله عدنا السؤال الأول يقول أو الثامن الأول أنقل الثامن الثاني في دفتاري وأنجل ما يلي طبعا أقول الثامن الثاني أكتب فيما لا يزيد عن خمسة أسطر تعريفا بتعاون القسم ومهامها وتسييرها إذن سأقولها شفويا وأكتبها طبعا في علبة الوصف إن شاء الله إذن فتعريف التعاون القسم وحد طبعا طريقة هي تعاونية هي طريقة للعمل طبعا تشاركي تمكن جميع المتعلمين من توظيف من توظيف معارفهم ومهاراتهم مكتسبة والتعاون لإنجاز أهداف محددة طبعا يرتكزها عمل برنامج عمل تعاونية على برامج انتخابية للمترشيحين طبعا ومهارات القسم ويهتموا باش بالمكتب المجلة المتحاف البستانة وهو هوايات متعدية بحراس من طوابع المسرح إذن طبعا تتكون تعاونية من جميع التلاميذ وهي سييرها شكل مكتب منتخب وهذا كيتكون من رئيس والكاتب والآمين مستشار طبعا سأكتب ذلك في عمل بطلس إن شاء الله نمر إلى الثمانين الثاني أم لا أرجى دول موالي بالمعلومات المناسبة لكل خطوات من خطوات انتخاب مكتب تعاونية إذن الخطوة الأولى باش نكون المكتب هي اطلع على شروط انتخاب مكتب تعاونية قسمينها دروري اطلع على شروط انتخاب مكتب تعاونية قسمينها وطبع العمليات سأراض وثائق تتعلق بالتعاونية الإعلان عن انتخاب مكتب ثم تاريخ إجرائه خطوة ثانية أشارك في عملية الانتخاب كمتعلم ضروري ميناء المشاركة مشاركة زميع المتعلمين إذن إما بالترشيح أو التصويت الخطوة الثالثة أتسبع عملية الفرز يعني يتم فرزه وإحصاء عدد الأصوات لكل مترشيح نعم بحضور جميع المتعلمين الخطوة الرابعة الإعلان عن النتائج وإنزاز المحضر يتم تشكيل مكتب العمليات يتم تشكيل مكتب تعاونية القسم وإنجاز المحضر طبعا بعد المعلان عن النتائج إذن هذه خطوة اتخاب مكتب تعاونية القسم نعود إلى الثمانين الثاني السعين بالوثيقة السبعة من الكتاب وأرتب مجالات أنشط تعاون مقترحة وأقترح بعض موضوعاتها بحسب ما أراهم مفيدا لك أعود في تعاونها مجال الثقافي طبعا ترتيبه الأول مجال الفني مجال الاجتماعي ثم مجال التربية على الثلاثة ومجال الترفي سنرى ذلك فبالنسبة لمجال الثقافي طبعا في ترتيبه الأول وعندنا هنا إنجاز مجلة ومجلة حائطيات سنة والموضوعات تربويات ثقافية وطبعا في نفس الوقت دائما لمقرر مدراسي يعني لها ارتباط بالمقرر الدراس دائما له ثم عدنا المجال الفنيها وكما ترون ترتيبها الثاني يعني الفني تنظيم مصابقات في الرأس تنظيم ورشات حول الفن المسرح نعم بالنسبة المجال الاجتماعي جهوه في مرتبة الثالثة مجال الاجتماعي يعني حملة تضامن مع المتعلمين من ذوي الاحتياجة الخاصة حملة تضامن مع المتعلمين الذين لا يستطيعون اقتناء الكتب والمدراسية نعم في مجال التربية على التنمية المستدامة مجال التربية على التنمية المستدامة اللي هي الرائعة طبعا النظافة يعني الحص على نظافة القيس نظافة المستدامة الطاقة تحسيس بتوعية طبعا عدم ضياع الطاقة نعم أو الاستعمال معقلا للطاقة هنا مجال الترفيه والتسلية هي الخامسة ثمارين ومصابقات مثلا في لعبات الشطرنج نعم فيها التسلية والترفيه نعم أعود إلى الآن سنذهب إلى الدرس الرابع ونمي قدراتي على التعلم باستقلالية أستعين بالجدول الأسفل هو أقترح قدرات تمكن من تنمية التعلم باستقلالية شنال القدرات التي تمكن من التعلم باستقلالية نعم سنرى ذلك عدنا إذن القدرات عدنا قدرة للتحلي بروح المسؤولية الثقة العالية بنا الصدق في التعبير إتقال العمل وهناك القدرات أخرى نعم قواعد العمل ضمن المجموعات أستعملوا بإمعان أستمعوا بإمعان طبعا لما يقوله الآخرون أحترموا آراء الآخرين وما يطرحونا من أفكار نعم لنبغي احترام آراء الآخرين وما يقدمونا ويطرحونا من أفكار أساعدوا مجموعتي في طرح أفكار جديدة نعم أساعدوا مجموعتي في طرح أفكار جديدة وأحترموا قواعد التسهير نعم هذه مهمة بزاف أحترم قواعد التسيير نعم ها هما قلنا هالقدرات تحلي بروح المسؤوليات تقال عاية بالناس صدق التعبير إتقال العمل وقلنا قواعد عامة دي المجموعة ينبغي ما يللي الاستماع بإمعال ما يقوله الآخرون احترام أرى الآخرين ومدرحوا الأفكار أساعد مجموعته في طرح أفكار جديدة أحترم قواعد التسيير نمر إلى السؤال المواري نعم ها هو ثماني ثاني أصوغ فقرة إنشائية أوضح فيها تجربة مع التعليم عن بعد أعدد مزايا هذا التعليم الإكتروني في مواجهات طبعا فيروس كورونا سنرى ذلك بالعودة إلى جواب اللي هنا عندنا طبعا بعد إعلان وزارة تربية قررت أن أتبع الحصص الدراسية عن طريق الحاسب الآلي طبعا المتصل بشبكة الأنترنت فكان التفاعل مع الأستاذ جيدا وقمت بإنجاز كل الواجبات ومن بينما استفدت كثيرا هو سهولة التواصل مع الأستاذ بل أكثر من هذا هو التعلم الذاتي ومن بين مزايا التعليم طبعا هذه الضغط مزايا التعليم عن بعد يعني تجاوز قيود المكان والزمان طبعا التفاعل بين المتعليم بينهم وبالأستاذ نعم نشر ثقافة التعلم والتدرب الذاتيين نعم إذا أتمنى أن تكون قيد سفدتم